أهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كنت أتحدث عن ما يجري على الحدود السودانية الإثيوبية وأمس الأول كنت أتحدث عن ما يجري على الحدود الإثيوبية الصومالية ودخول جيبوتي على الخط ثم تصرحات نسبة إلى إريتريا وما يجري في منطقة القرن الأفريقي يجعلنا نتحسس وما يجري في منطقة مدخل البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن على الضفتين اليمن وما يجري فيها وجماعة الحوثي وما يجري في الضفة الأفريقية كل هذا بيؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري في صورته البسيطة مدخل قناة السويس في صورته البعيدة منابع النيل وربما الجميع بيتابع فكرة الأمن المائي وفكرة إثيوبيا في محاولة تسليع المياه والبيان الخطابة التي صدر من خارجية بالأمس موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد الممارسات الأثيوبية الأحادية التي تحاول إثيوبيا أن تخلق ما يمكن أن نسميه الهيمنة المائية من طرف واحد لكن في كل أحوال الأمن القومي في بعده الأفريقي مترامل أطراف حيث منطقة السعراء الأفريقية وحول بحير تشاد وهناك جماعات متناحرة من الأصوليين الراديكاليين سواء داعش أو القاعدة وما يجري في منطقة غرب إفريقيا كل هذا بيمثل أيضا ركائز للإرهاب الذي يمثل تهديد للأمن القومي المصري في أطرافه البعيدة لمناقشة هذه الأمور وغيرها شارفني أن يكون ضيف الكريم ست لواء محمد عبد الواحد خبير لأمن القومي والعلاقات الدولية ست لواء الخير أهلا بيك يا فاني شارف الموارن الله يخليك يا فاني الله يحنا يعني المنممات الأمنية اللي موجودة حوالينا ما خلينا يعني كل ما ننظر نظرة نجد ما يعرضها أو ما تقطع معها في مكان آخر أعتقد أنه خبراء الأمن لهم الكامل العليا في تفسير هذه اللغة رتمات الأولا حضر لك تحدثنا عن القرن الأفريقي عايزين نعرف القرن الأفريقي بمفهومه الجغرافي هو الصومال وجبوتي وإسيوبيا وإيريتريا لكن بمفهومه السياسي بيمتد شوية فياخد السودان وياخد كينيا وكمان حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت اليمن واليمن أنا كمان أحب أن أضفها للكرن الأفريقي بمعنى درجات التأثير والتأثر ما يحدث أمام ساحل البحر الأحمر أثر بشكل كبير على القرن الأفريقي التشابه اليمن والقرن الأفريقي هو البحر الأحمر وباب المندب وبالتالي درجات التأثير والتأثر بتنبع من هذه المنطقة بتعريفه الجيوسياسي هو كل نقطة في العالم بتؤثر وتتأثر بالقرن الأفريقي أو البحر الأحمر ولذلك القاهرة حرست على أنها تعزز من تواجدها في منطقة القرن الأفريقي لتعزيز مصالحها وحماية أمنها القومي وكمان تراقب ما يحدث في القرن الأفريقي القرن الأفريقي فيه بيعاني من هشاشة بيعاني من تقلبات تفاعلات داخلية وتفاعلات سريعة جدا لو ملح إنهاش بتبقى متسرعة يعني القرن الأفريقي خلال العقود السابقة شهد انفصال السودان عن جنوب السودان شهد انفصال إريتريا عن إسيوبيا طب هل القرن الأفريقي مرشح لأتصعيد مرشح وبقوة خلال الفترة القادمة؟ بسبب صراعات داخل الدول زي الصراع اللي في السودان وده صراع مخيف وأنا أتخيل وآسف إن أقول الكلام ده ربما يدي إلى انفصال في السودان وتقسيم إذا لم يقوم الإخوة في السودان سواء البرهان أو حمدتي بالجلوس معا لحل مشاكلهم سودانية سودانية ويخلطوا هذه المشكلة عندي صراع داخلي في إسيوبيا ما بين الحكومة الإسيوبية وما بين جبهة تحرير الأرومو وما بين الأمهارة كل ده بيهدد بصراعات مستقبلية عندي صراع ما بين الدول وبعضها دولة زي إسيوبيا دولة مشاغبة في المنطقة لديها مشاكل مع كل جيرانها مشاكل حدودية ما بين السودان وإسيوبيا على الفشقة مشاكل ما بين إسيوبيا وإيريتريا على منطقة بدمي مشاكل ما بين إسيوبيا والصومال على منطقة الأجادين مشاكل كمان ما بين إيريتريا وجبوتي على راس دوميرا مشاكل ما بين الصومال وكينيا على المناطق الحدودية المتنازع عليها والساحلية كل هذه المشاكل تخلي أن خلال الفترة القدامة ممكن يحصل انفجار في القرن الإفريكي نهيك على التنفس الدولي والإقليمي على هذه المنطقة حجم جيوش في هذه المنطقة مهول لو فصصتوا لحضرتك هتستغرب من حجم الجيوش الأدام خليج عدن منذ أحداث 11 ستمبر وحتى الآن الدنيا معسقرة تماما أطماع في الوضع الجيوسياسي لمنطقة القرن الأفريقي وأطماع في الصراوات والتواجد الإقليمي والتواجد الدولي دائما ما يعزز الصراعات هو مش عايز مصلحة ما بين الأطراف حتى استمر وجوده عشان يدي شرعية لوجوده كمان في نزعة انفصالية في الإقليم دي ربما سبب مشكلة كمان وسبب توجد القوات المصرية في الصومال النزعة زادت أقاليم عايزة تنفصل ما يحدث في السودان وأنا قلت لحضرتك أنه ممكن يحصل انقسام في السوبيا هناك عندي أكتر من أقاليم تريد الإنفصال التجري والأمهار والعفر المثلث العفري وغيره وكمان في صومالي لند وبونت لند وجوب لند التلات أقاليم وبالن تجي السوبيا تدعم إقليم عشان تعمل مينة في صومالي لند مقابل اعتراف بهذا الإقليم كارسة لأن الاعتراف بهذا الإقليم له تداعيات خطيرة جدا اعتراف بهذا الإقليم يعني أنها توقع اتفاقية صومالي لند توقع اتفاقية مع السوبيا هذا يعني إيه؟ التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن هو عمل من أعمال السيادة وبالتالي تستطيع أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتطلب عضوية تشجع دول أخرى على الاعتراف بصومالي لند تشجع الحركة الانفصالية في الإقليم بالكامل أن باقي الدول عايزة تنفصل تعمل اعتراف من دول أجنبية بالقاوم محاولة انفصال الإقليم التجري بنفس الطريقة بالفعل تفعل ما كانت ترفضه بالأمس بالفعل وبالتالي بقى فيه أزمة في الأقليم في مصر لحظة هذا واستشعارة هذا والكواد السياسية لحظة أن هناك تفاعل سريع وأن الأحداث جارية خاصة التنافس الدولي والإقليمي على الثروار الموارد فكان لازم تتواجد لتراقب هذه الأحداث كلها تكون جزء من هذه الأحداث من صانعي الأحداث ده على المستوى الإقليمي يعني برضو كنا يعني في طلب واضح من الدولة الصومالية الشرعية الحكومة المركزية الفيدرالية في مقاديشو وفقا للتفاقية الدفاع العربي المشترك عدوية الجامعة العربية التحاد الأفريقي فهنا مشي فيه مصرات قانونية لا يمكن أن نخرج عنها في كل أحوال طبعا طبعا وبعدين أنا تواجدي في الصومال مش وليد لحظة ده أنا تواجدي في الصومال ده تواجد تاريخي من أين بونتلاند وبعدين حتى في فترات التحرر الوطني كان الأمم المتحدة سنة خمسين عملوا لجنة سلاسية لجنة سلاسية للمراقبة كان منها السفيد ماجدين صلاح طبعا اللي هو تقتل في سنة سبعة وخمسين آه في مجدش وحتى الآن اسمه ومدارس باسمه وشارع باسمه السفيد ماليدين صلاح مصر كانت مع الدولة السومالية في الستينات وفي السبعينات وفي كافة المحافل الدولية لم تتركها حتى بعد انهيار السومال سنة تسعين مصر كانت متوجدة بقوة أنا كنت موجود في السومال في هذه الفترة والله يا أستاذ نشأت أنا كنت الوحيد في العالم في العالم اللي موجود على الأرض السومال يعني حتى الصليب الأحمر كان خايف وسحب الأفراد بتوعه ما كانش في حد قال له مصر اجتماع الفصائل السومالية كلها فترة التسعينات مصر اللي كانت بعد محمد سياد بيري بعد سياد بيري على طول تقعد مع عملية المصالحة وحضرت القوات الأممية فارع عديد بقى استعادة الأمل وفارع عديد كنت موجود في الفترة دي هناك كانت الدولة الوحيدة في فترة من الفترات هي مصر حتى الصليب الأحمر كان قاعدين معايا في بانسيون كده مشوا بسبب اختطاف عرضوا لاختطاف كانت الحالة في مطال خطورة لكن مصر لم تترك السومال وعلاقة الشعب السومالي بمصر وعلاقة خوة وشايفين ان احنا لا نطمع في أحد احنا موجودين للحفاظ على التراب السومالي والوحدة السومالية دي حقيقة لا أستطيع أن أصف لحضرتك قد إيه حب الشعب السومالي لمصر مفيش شارع مفيش مدرسة مفيش مستشفى حب لمصر يعلم تماما أن مصر ليس لديها مصالح في السومال دائما تحافظ على الشرعية وعلى تواجد القوة السومالية تواجدي هناك لسببين احنا عملنا مصالحة سنة 98 هنا في القاهرة وخدنا الفصائل السومالية وأنا ذهبت معاهم وكل فترة في عرقالة عرقالة الاتحاد الأوروبي بيلعب بيكل بيدفع المرتبات وبالتالي لما بيجي يقطع المرتبات عن الجيش أو الشرطة البلد بتقع وفضلت هذه الحالة يبقى إذن احنا نعلم تماما أن قلب الأمة هو الجيش طبعا وبالتالي حتى القيادة السياسية مهتمية بجيوش المنطقة جيوش الوطنية جيوش الوطنية طبعا طبعا فتعلم تماما أن قلب الأمة هو جيش إذا سقطت سقطت الدولة ترجمة نانسي قنقر